ساعات طويلة يقضيها عبد العزيز لتطويع صلصال لي ليشكل منه منتجات خزفية تصر الناظرين عبد العزيز واحد ضمن حوالي 700 حرفي يعملون في قرية الولجة أحد أكبر التجمعات الحرفية التقليدية في المغرب والواقعة في ضواحي مدينة سلا يعملون في ظل أوضاع يصفونها بالقاسية فهم مهددون بإفراغ المكان فضلا عن غياب تأطير قانوني وتغطية صحية وخطط تسويق تعرف بمنتجاتهم خارج البلاد نشوفوا هذا المعلم يعني نعطيه الطين الطين أصلا ما كينش طين نعطيه الأسواق نعطيه إشهار نعطيه بزاف دي الحواج باش هو يتنمى وعادي يمكن يفكر في شي حواج خورا عندنا مثلا الناس من برك يبغوا تسويقوا المنتج المغربي والمنتج المغربي أنت كتعرفي الحمد لله يعني عنده واحد صادة عالمي فبالتالي كلقوا إشكال في الديوانة إذن هناك نطلب الصناعة التقليدية يطالبون الدولة بالتدخل وتبسيط المساطر الإدارية تشغل الصناعة التقليدية حوالي مليونين ونصف مليون حرف في المغرب وتسهم بنسبة تعادل ثمانية في المئة من الناتج المحل الإجمالي وفي أسبوع وطني خاص بالصناعة التقليدية تدارست الحكومة وممثل حرف تقليدية مطالب الصناع وسبول حماية حرف شرفت على الإندتار اليوم نشتغل المدخل الأساسي هو إخراج القانون المنظم المهنة هذا القانون اليوم في المسار تشريعي دياله المرتبط بالمهنة والتعريف بالحرفة والتعريف ديالها ومزيد من التقنين لأن أول مدخل لتطوير هذا القطع هو التقنين دياله والتقنين عبره التشريع غير أن منافسة الصناعات الحديثة وارتباط بعض الحرف التقليدية بعادات اجتماعية غيرتها مظاهر التمدن هي أيضا من التحديات التي تواجه هذا القطع الدق الصويري أي النقش الدقيق على الفضة واحدة من أربع حرف كادت أن تنضطر قبل أن تنقذ هذه السنة دمن مشروع حكومي يستهدف الحفاظ على حوالي أربعين حرفة في قطاع اقتصادي يصر العاملون فيه على أنه ليس فقط واجهة سياحية وثقافية بل مصدر عيش شريحة واسعة من المغاربة فاطمة بغنبور الحرة الرباط